إذا استثنين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المعنيتين مباشرة بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الخاص الذي يدين واعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل ويرفض تغيير الوضع القانوني للمدينة فإن سبع دول فقط انصعت لتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترومب بالتصويت ضد القرار وهذه الدول تكاد لا ترى على خريطة العالم مساحة وسكانا وهي ليس لها أي حضور اقتصادي أو سياسي أو ثقافي وهذه الدول دولة مايكرونيزيا وهي أرخبيل جنوبية المحيط الهادئ وعدد سكانها 104 ألف نسمة جمهورية جواتيمالا في أمريكا الوسطى وعدد سكانها 16 مليون نسمة جمهورية هندوراس في أمريكا الوسطى وعدد سكانها 9 مليون نسمة جمهورية ناورو وهي أيضا أرخبيل في جنوبية المحيط الهادئ وعدد سكانها 10 ألف نسمة فقط جمهورية بلاو وهي أيضا أرخبيل في المحيط الهادئ وعدد سكانها 21 ألف نسمة فقط جمهورية جزر مارشل وهي أرخبيل آخر في المحيط الهادئ الغربي وعدد سكانها 53 ألف نسمة جمهورية توغو وهي دولة صغيرة في أفريقيا وعدد سكانها 7 ملايين نسمة وهذه الدول مجتمعة تضم 33 مليون نسمة أي ما يعاد الأقل من 0.05% من سكان العالم البالغ حاليا 7 مليارات و600 مليون نسمة أو بمعنى آخر ما يعادل عدد سكان مدينة شانجهاي الصينية العالم كله مع القدس إلا 0.5 بالألف سبع دول لم نستطع رصدها على خريطة العالم أما الدول المائة والثماني والعشرون الأخرى فقد كسرت حاجز الخوف من أمريكا تتقدمهم عربيا مصر والأردن والسلطة الفلسطينية والعراق أكبر الدول التي تتلقى مساعدات أمريكية